حسنا يا مان شهر تكون و بكلكم ألف ساحة و بخير اليوم رجعت لكم فيديو جديد واليوم و وصفتنا مش تكون مرقة جلبانة بالعلوش تعمل 66 كيف و اختيت طريقة التحضير لنا اختيت تنجرة الضغط و الى الكوكوت حتيت فيها كمية باهية مثل زيت مخلط بنزيتونة و نباتي حتيت لحم العلوش و اختيت بل حمي العلوش و اختيت بخشينة شوية بالنسبة للبصل مع العلوش يعني للبصل مع العلوش يحب براو البصل بالباهي و لنا معاك البصل و الحمى ذاكة بش نحط تماتم معجونة بش نحط لفاحات لنا على فكرة بنسبة للتانجرة متايرة اني مازلت محليتش عليها الجاز كل شي معناية قاعدة نحط فيه لنا في البارد جوزت لنا دوب ما حتيت تماتم هكا شعلت شوية على الجاز و بش نفوح لنا بنسبة لتماتم حتيت مغرفة مليانة تماتم معجونة بش نحط زيادة لنا الملح بنسبة الملح حتيت مغرفة صغيرة متع قهوة كيف كيف مغرفة صغيرة كركم و مغرفة صغيرة فلفل لكحال ولنا بنسبة للعلوش راو مايحبش برشة تفويح لايحب لتابل لكربية كيف 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 زادة ثوم لنا منيش بش نحط جوزت بسالة كهو ولنا دوب ما اخذيه و هكا وجه هكا الحمى ذاكا تاو بش نمرق شوية بالماء لنا الحكت تماتم حتيت فيها شوية ماء ومرقت بها دوب شوية و بش نحط الفلفل الأحمر ديما بالنسبة للفلفل الأحمر كيف بش تحطوه في أي حاجة دوب ما تملقوا هيكا شوية وتحطوا الفلفل الأحمر متاعكم لنا حتيت مغرفة كبيرة متع مايك لفلفل الأحمر ديما أقول لكم حسب الرغبة كنت حبوا الحاجة حارة أو كانت تزودوا كنت حبوا الحاجة معناها أقل حرورية تنجموا تنقصوا تحطوا حسب الرغبة متاعكم لنا الحمى دوب ما بش نخليها كي شاك شاك مع لفاحات أدوكم بش نزيد شوية بالكل ماء كي مريتو حتيت كونتيتي صغيرة على الأخر كي ما قلو احنا حتيت كاستاي متاع مايه وبش نخلي كل حمى ذاكا يعمل غلوة صغيرة ومبعد نوريكم بش نعملت في بقية المراحل كما تشوفوا لنا المرقة متاعي عملت غلوة بايا خليتها حكاية درجين تاو بش نضيف لها الجلبانة بالنسبة للجلبانة حتيت تحسب تقريب 400 جرام كيف كيف زادت مرقة الجلبانة بالعلوش بش نعمل معها الجنرية لحقيقة مرقة الجلبانة أي نوع معناها كسفة بش تعملوها بالجاج وقلها بالحم ديما نحب بها بارشة بالجنرية رود تزيدها بين على بيننا كما ريتو لنا مع جلبانة بش نحط تروف الجنرية متاعي قسمتهم هكا في اثنين ولنا المرقة متايرة اني بش نطيبها في الكوكوت حكيت 4 دراج 5 دراج معناه ماكسيموم وانتفي عليها تكون حاضرة جس انتما كان حتيتوا كمية كبيرة متاع ماء او كتوليو تخليوها معناه حتى لوين تنشحم الماء ما تكون شاكلي ممرقة بارشة لنا كما تشوفوا مرقة الكمية الكافية متاع الماء اللي بش طيب لك الجلبانة للحم الجنرية ولنا كإضافة لنا خطيت راس بس المتوسط قصيتو وحتيتو مع الجلبانة متاعي كما تشوفوا لنا بعد ما حليت عليها الكوكوت حصيلو عاملت 4 دراج كما تشوفوا فيها قارة زيتها طيبة لنا جوز في الاخر عملت لها راشة بها هي فلفل لكحل بالنسبة للعلوش راو فيحتو فلفل لكحل وبصل اذا معناها القواعد الاساسية متاع الحام العلوش كما تشوفوا هذه مرقة الجلبانة في طبق تقديم حصيلو راشيت لها شوية معدنوس قليت معها جرين فلفل بالنسبة للفلفل في الجلبانة راو ما نحطوش يتيب معها نحسوها كي يذهب لها المطعم متاحة بطبيعة الحاجة هذي تقعد لكم حسب الرغبة كان مستنسيين بالفلفل تحطوه في المرقم تاكم او كعملوا الحاجة اللي تحبوا عليها هذه وصفتنا كانت لليوم شاء الله تكون عجبتكم ونات برداكم وتام قالي كام شغل لكم باسلامة في امان الله وشاء الله ملتقنا في وصفة اخرين اشتركوا في القناة